اشتركوا في القناة من الاسر البحرينية وغير البحرينية ومن كافة محافظات المملكة والبالغ عددها 100 عينة عشوائية واكد القائد ان تنفيذ مسح عام 2024 يأتي في اطار المتابعة المستمرة من الحكومة الموقرة لقياس مستوى معيشة الاسر والافراد من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والتعرف على انماط الانفاق في المجتمع واثر العوامل الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الاسرة كما سيقوم الباحثون المعتمدون من قبل الهيئة خلال المرحلة التجريبية باستفاء ثلاث استمارات الكترونية مع الاسرة وجمع البيانات وتشمل استمارة خصائص المسكن والافراد ومصادر الداخل واستمارة الانفاق على السلع والخدمات المعمرة وسجل نفقات الاسرة اليومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر